جلسة استماع عقدت لمناقشة الأساليب التي تعتمدها وسائل التواصل الاجتماعي لفلترة المحتويات على مواقعها فهناك عدد كبير من الجمهوريين الذين يتهمون فيسبوك وتويتر وجوجل بحجب وجهات النظر المحافظة وتمييل الكفة لصالح الليبراليين على مواقعهم منذ آخر اجتماع عقدناه حول هذا الموضوع رأينا جهودا كبيرة من قبل هذه الشركات لتحسين الشفافية لكننا رأينا أيضا قصصا متعددة في الأخبار تم حجبها بطريقة غير عادلة ففي هذا الشهر مثلا حجب فيسبوك بطريقة تلقائية مقالة من صحيفة في تاكساس بحجة أنها تحتوي على خطاب يحث على الكراهية ثم طلب فيسبوك من الصحيفة مراجعة محتويات صفحتها وإزالة أي منشور لا يحترم السياسة الموقع تصريح أثار حفيظة الديمقراطيين وحول الجلسة إلى ساحة جدل سياسي فيما يتعلق بهذه الجلسة من الواضح أن الأغلبية الجمهورية تريد التركيز على التهديدات المفبركة والكاذبة والمضخمة بدلا من التهديدات الحقيقية المحدقة بالولايات المتحدة إذن نحن نناقش الآن النظرية الوهمية بأن وسائل التواصل الاجتماعي منحة ضد المحافظين هذه الوسائل نفسها التي استعملتها الدعاية الروسية لنشر أخبار كاذبة ممثل فيسبوك وتويتر وجوجل الذين حضروا الجلسة تحدثوا عن الطرق المختلفة التي تسعى من خلالها وسائل التواصل الاجتماعي إلى خلق توازن ما بين حرية الرأي وحجب خطاب الكراهية والعنف نعلم بأن هناك عددا من حوادث الحجب على موقعنا التي طالت أفرادا على الساحة السياسية ونحن نتخذ سلسلة من الخطوات لرد على الأمور التي تقلق هذه اللجنة وغيرها من بين الخطوات التي نقوم بها الاستعانة بخبرة مستشار خارجي وهو السيناتر السابق جون كايل لنصح المؤسسة حول أي انحياز محتمل ضد الأصوات المحافظة هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيمثل فيها ممثل وسائل التواصل الاجتماعي أمام المشرعين خاصة قبل الانتخابات النصفية واحتدام الجدل السياسي على هذه المواقع رانا أبتر الحرة الكونغرس ترجمة نانسي قنقر